في محاولة لتغلب على أزمة الوقود في سوريا مع اقتراب فصل الشتاء لجأ سوريون في محافظة إدلب شمالي البلاد إلى مصدر رخيص للطاقة من أجل التدفئة المصنع يقوم بتحويل تفل الزيتون المعروف باسم البيرين إلى قوالب وقود البيرين هو عبارة عن بزرة الزيتون المستخرجة من بعد عصر الزيتون يعتبر صديق للبيئة مخلفات نباتية البيرين ما كان معروف من قبل الحرب صار يستعمل كوقود باعتبار أن المعروف قليل تواجد وسعره غير مناسب للجميع والبيرين هو مادة قابلة للاشتعال مصنوعة من بقايا الزيتون بعد عصره لاستخلاص الزيت منه وتتكدس آلاف من قوالب مادة البيرين أمام معاصر الزيتون لبيعها كوقود يعتبر البيرين مادة للتدفئة أرخص من المعروف باعتبار أنه غير متوفر المعروف بشكل دائم وسعره غالي البيرين يحتاج العائلة بما يعادل الطون ونصف والطونين للموسم بمقدار 200 إلى 230 دولار بينما المازوت يحتاج بين 400 إلى 500 دولار للعائلة الواحدة بالموسم ويعد البيرين مادة صديقة للبيئة وبديلا رخيص الثمن للوقود الذي ارتفعت أسعاره بشدة وبعد أكثر من عشر سنوات من الحرب بات أغلب السوريين غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة